بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق المنت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انطلاقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين جفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما انقي فيها فوج سألهم خزنتها خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى وبجاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نستع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أم جهروا به إذنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكل الأرض فإذا يتمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم يناصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لدجوا في عتوه ونفور أفمن يمشي مكببا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشعون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نديم مبين فلما رأوه ذلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنت به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيع الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمن من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح باركم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم